كورية ممويتة في كل شيء وتفريق وصل لحد الأبرتايد اللي هو التفريق النوعي هذا هذا ذكر هذا أنسى هذا أسود هذا أبيض هذا مسيح هذا مسلم وصلنا لحد الأبرتايد حزاري حزاري من اللعب في هذا المربع إنه مدمر للجميع كما قلت في البداية المركب واحد والمصير واحد والقدر واحد يعالج بالثقافة مش بالقانون والقانون لا بد أن يكون راكب للثقافة السمير وانت شايف إن القانون هو الحل كل الأديان مش الديانة القبطية أو المسيحية الوحيدة التي تدعو للتسامح كل الأديان بتدعو إلى التسامح والمحبة كل الأديان بتدعو إلى أن كل واحد يحترم نفسه ويحترم عقيدة الآخر الشيخ سالم عبد الجليل خرج واعتذر على كل منابر الإعلام وقال إن دي سقطة مني أو أنا زكت أخطأتي في التعبير فأنا بعتذر كنت أتمنى إن كمص مكاري يعتذر عما نسب إليها أو ما قالوا حتى ندعو للتسامح في كما الأديان بتقول كل الأديان بتدعو إلى التسامح ومن خلال منبرك اللي بيروق ملايين البشر أنا قررت إن أنا عن البلاغين ضد اللي اتنين بكرة الصبح أنا بحييك يا دكتور سمير وأتمنى إن الأخ نجيبي يتنازل أيضا عن الجنحة المقامة وغلق هذا الباب نهائيا لابد وغدعا لكل من تسول له نفسه يتنازل بقى عن محمد عبدالله ناس يبقى هنا يا جماعي يعني أهو أهم من التاتي للحلق على الأخوي ده بتقول التسع عضايا ما كفاكش الخمسة بلاغات اصدرايل أديان يعني هي متعددة سواء ضد الشيخ سالم عبد الجليل أو ضد القمص مكاري يونان آآ يعني ده آآ ينزع آآ فتيل الأزمات على اعتبار إنه السوداء هينقل بقى الكرة لملعب آخر وحيبتدي هنا بعض المحامين حيتضمنوا هنا وإسلاماء وبعض المحامين حيتضمنوا هنا ومسيحاء فيعني فلنغلق هذا الملاش وأعتقد إنه الجميع استفاد